بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت بمسمع من في القبور هل هذه الآية تدل على أن الميت لا يسمع؟ وهل ذلك الشخص الذي قال من يعتقد أن الميت يسمع يكذب هذه الآية الكريمة؟ الحقيقة أخي الحبيب هناك فئة من الناس للأسف يريد أن يفهم القرآن كما يحب لذلك يقول وما أنت بمسمع من في القبور الميت لا يسمع إذن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي يؤكد فيه النبي أن الميت يسمع عندما يتولى أهله وإنه لا يسمع قرعاً عالهم يكذب هذا الحديث ويكذب أيضاً حديث قتلى بدر عندما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لسيدنا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم يكذب هذا الحديث أيضاً يكذب هذا الشخص الحقيقة العلمية المكتشفة حديثاً والتي تحدثنا عنها آنفاً اكتشاف علمي مرعب للعلماء يقول إن الميت يسمع ما يدور حوله وتم قياس نشاط في الدماغ في منطقة السمع وظهرت هذا النشاط أمامنا على أجهزة الكمبيوتر من خلال الأجهزة الراني المغناطيسي وسنضطر أن نكذب الحقائق العلمية ونكذب أحاديث النبي لنصدق تفسيراً لشخص هو يعتقد ذلك طيب هل هذه الآية تدل على أن الميت لا يسمع؟ دعونا نتأمل الآية أولاً أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور يعني يا محمد أنت لن تسمع هؤلاء الموتى في القبور ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن الميت لا يسمع؟ لا سأقول لكم لماذا أيها الأحبة السمع هنا بمعنى الاستجابة أنت عندما تحدث مجموعة من الأشخاص وتقول لهم سأعطيك مثال من الواقع تقول لهم هناك سيارة ستصدمكم الآن من خلفكم فتجد أن واحد منهم لم يبدي أي رد فعل ماذا تقول له؟ تقول له ألا تسمعني؟ إذن أنت ما الذي جعلك تقول لفلان ألا تسمعني؟ عندما لم يصدر عنه أي رد فعل أعتقد أنه لا يسمع طيب الكفار الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنهم؟ قال لهم آذان لا يسمعون بها طيب هذا حي ويعيش كيف لهم آذان لا يسمعون بها؟ طيب في سورة فصلة الله سبحانه وتعالى يقول فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون طيب ما النبي يدعوهم؟ طيب هم سمعوا حقيقة هم سمعوا كلام النبي طيب ما معنى لا يسمعون؟ أي لم يظهر عليهم بوادر السماع نتائج السماع أنا لا يهمني أن الترددات دخلت صوتية إلى دماغك؟ أنا الذي يهمني رد الفعل؟ أنت عندما تخاطب إنسان وتتحدث معه وهو متجمد في أرضه؟ تقول له ألا تسمع؟ إذن الاستماع أيها الأحبة أو السماع تحديدا هو ما يظهره الشخص من رد فعل الميت لا يستطيع أن يقوم بأي رد فعل هو يسمع ولكن لا ليس هناك استجابة لذلك الدكتور سام بارنيا الذي تحدثنا عنه منذ فترة يقول إن الميت يسمع كل شيء ولكنه حبيس في جسده لا يستطيع أن يتحرك محبوس ولكن يسمع الأجهزة تقول ذلك القياسات قياسات نشاط الدماغ تقول ذلك ولكن لا يستطيع أن يفعل أي شيء لذلك هو هو يستمع وترددات الصوتية تدخل وتتفاعل في دماغي ولكن لا يستطيع أن يقوم بأي رد فعل لأنه ميت كذلك هنا القرآن عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت بمسمع من في القبور يعني هل الله يقول له يا محمد أنت لن تسمع من في القبور يعني هذا ما أراده الله بنظرك لا يا أخي يعني هل هذا منطق الله يبعث رسولا ثم يقول له يا محمد أنت لن تسمع من في القبور لا ليس هذا المقصود المقصود أن هؤلاء الذين كذبوك ولم يستجيبوا لدعوتك هم يستمعون استمعهم فعلا ولكن لم يستجيبوا لك هذا هو معنى الآية أيها الأحبة وليس معنى الآية وما أنت بمسمع من في القبور يعني النبي هل كان يقف أمام القبور ويخاطبهم مثلا طبعا لا هل كان يذهب إلى الأموات ويدعوهم إلى الإيمان لذلك الله قال له وما أنت بمسمع من في القبور لا يا أخي آيات القرآن كلها أخي الحبيب تقول لك إن الكافر يستمع لك وهو بالفعل هذه الترددات الصوتية دخلت إلى دماغه ولكنه لم يستجب لذلك لهم آذان لا يسمعون بها يعني أنا لدي آية هنا عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا دقق معي أخي الحبيب سورة الأنفال الخطاب لمن للذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون طيب سبحان الله يعني أنا هنا الآية أعطتني مفهوم جميل جدا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إذن القضية قضية استجابة وليست قضية سمع أو عدم سمع الكل يسمع يعني أنا قد أجلس مع شخص صيني أحدثه ساعة هو لا يفهم شيئا هو استمع استمع لكل المعلومات ولكن عندما أسأله لا يستطيع أن يجيب فهو لم يسمع حقيقة لم يسمع أي لم يفهم ويستجب لذلك الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لا تكون كأمثال هذا الكافر الذي استمع إلى كلام الحق واستمع إلى كلام النبي وكلام القرآن ثم فعليا لم يسمع مع أنه حي إذن هنا السمع بمعنى الاستجابة ونحن هذا الكلام الصحي في الواقع اليوم نحن نطبق هذا الكلام أنا ما الذي يجعلني أعلم أن هذا الإنسان سمع أم لم يسمع رد الفعل رد فعله يخبرني أنه سمع أو لم يسمع عندما أدخل إلى محل وأخاطب شخص أقول له أريد كذا ولا يظهر عليه رد فعل أقول له ألا تسمع هل تسمعني ألم تسمع إذن ما الذي يجعلني أحكم أنه سمع أو لم يسمع رد الفعل إنسان قد يسمع ولا يريد أن يظهر أي رد فعل الإنسان مثلا زوجة يعني غضبت من زوجها فيدخل ويحدثها يقول لها يا فلانا سنفعل كذا وهي ألا تسمعين مع أنها تسمعه فإذن السماع هنا يظهر عند رد الفعل الكفار استمعوا للنبي ولكن أداروا ظهورهم كأنهم لا يسمعون لذلك قال له لا تتعب نفسك يا رسول الله وما أنت بمسمع من في القبور هؤلاء لن يستجيبوا تماما مثل كأنك تخاطب إنسان ميت لا يستطيع أن يستجيب أما هو يسمع ترددات صوتية تدخل وتتفاعل في دماغه حقيقة ولكن لا يظهر استجابة إذن هنا أخي الحبيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو فهم الآية خطأا فهمها فسرها خطأا لذلك قال من يقول إن الميت يسمع هو يكذب هذه الآية التي تقول وما أنت بمسمع من في القبور هو لم يفهم الآية لأن هذه الآية لا تقول للنبي يا محمد أنت لا تخاطب هؤلاء الموت لأنهم لا يسمعون لا يا أخي تقول له لا تتعب نفسك مع هؤلاء الكفار الأحياء الذين هم بالفعل يستمعون لقولك وتدخل الترددات الصوتية إلى أدمغتهم وتتفاعل ولكن لا يستجيبون فهم مثل هؤلاء الموت وما أنت بمسمع من في القبور نسأل الله عز وجل أن تكون الصورة واضحة أيها الأحبة ولا داعي أن تتبعوا يعني هؤلاء الذين في كل يوم يجلس ويفسر مئة آية عشوائيا فقط ليظهر لتحقيق مشاهدات وللفة الانتباه وهذا الكلام خطير جدا يعني أنا أحزن على أمثال هؤلاء لأنهم يقولون في القرآن برأيهم وبغير علم ويفترون على الله الكذب هذا هو الافتراء على الله أيها الأحبة من أجل أن تحصد شهرة معينة أو شيء معين أو تلفت انتباه الناس لتتميز بشيء معين تفتري على الله الكذب لذلك يعني أرجو من الجميع أن يحذر وأن لا يأخذ من أمثال هؤلاء خذ العلم من القرآن نفسه فكر بالآية افتح القرآن وابحث عن الآيات التي تتحدث عن الاستماع والسماع ويسمعون ولا يسمعون ومسمع ابحث عن هذه الآيات ثم انظر إلى سياقها وتفسيراتها ثم استنبط أنت المعنى الصحيح أنا أفعل هذا أخي الحبيب أنا هذه الآية طبعا رجعت للقرآن لأفهمها جيدا وجدت الكثير من الآيات تقول عن الكفار مثلا أنهم لا يسمعون مثلا لهم آذان ولا يسمعون بها طيب هذا حي كيف لهم آذان لا يسمعون بها مع أنه حي مفروض أنه يسمع طيب هل القرآن يحدثنا عن مخلوقات لا تسمع أم كيف لا تبين لي أن كلمة لا يسمعون هنا أي لا يستجيبون للحق لا يظهرون أي رد فعل وبالفعل أنا عندما طبقت هذا في الواقع عندما أتحدث لشخص ولا يظهر أي رد فعل أقول هل هذا يسمع أم لا يسمع لاحظتم أيها الأحبة إذن السمع مرتبط بالاستجابة لا يسمعون أي لا يستجيبون أو لا يسمعون نداء الحق فأنت تقول لشخص مثلا هذا حرم ثم يتابع فعل الحرم فأنت تظن أنه لا يسمع معلوم أنه يسمعك ولكن بسبب عدم رد فعله تظن أنه لا يسمع كذلك الميت يسمعك وثبت هذا علميا ولكن بسبب عدم قدرته على الحركة أو إظهار أي رد فعل فوما أنت بمسمع من في القبور يعني مهما كلمت هذا الذي في القبر لن يستجيب لك كذلك هذا الكافر لن يستجيب لك تسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق